الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يبارك لكم في جميع أموركم وأن يغفر لكم ذنوبكم وأن يسر لكم أموركم وأن يكون معكم في كل شؤونكم وبعده فهذا درس جديد من دروسنا في قراءة مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وجزاه خير الجزاء ونبتدئ في هذا الدرس بإذن الله جل وعلا بكتاب العيدين وقيل العيدان لأنه لا يوجد عيد في الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحاء وسميت بهذا الإسم لكونها تعود مرة بعد أخرى وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد لهم عيدين يحتفلون فيهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بعيدين هما الفطر والأضحاء والملاحظ في هذين العيدين ارتباطهما بالطاعة فعيد الفطر يكون بعد انقضاء موسم رمضان وعيد الأضحاء يكون مرتبطا بمناسك الحج وبذبح الأضاحي ومن ثم نعلم أن هذا الاجتماع الذي يكون ليوم العيد يكون لطاعة من الطاعات وفيه تذكير الإنسان بمقصد الشريعة في اجتماع الخلق على طاعة الله عز وجل وأن يعين بعضهم بعضا على ذلك ولعلنا إن شاء الله أن نقرأ شيئا من الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب فليتفضل القارئ مشكورا بارك الله فيه الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقرات عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العيدين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأضحى إلى البقيع فصلى ركاتين ثم أقبل علينا بوجهه بعد الصلاة فخطبنا فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحرف من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف ومن ذبح بعد الصلاة ثم نسك نسكنا فقد أصاب النسك وأصاب سنة المسلمين ومن نسك قبل الصلاة فإنما هو شات لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء فإنه قبل الصلاة ولا نسك له فقام رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار رضي الله عنه خال البراء فقال يا رسول الله والله إني نسكت شاتي قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم وكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فتعجلت فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي إلى الصلاة فأكلت وأطعمت جيراني وأهلي قال البراء بن عازي بن رضي الله عنه وكان عندهم ضيف لهم فأمر أهله أن يذبحوا قبل أن يرجع ليأكل ضيفهم فذبحوا قبل الصلاة فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعيد الذبح فقال شاتك شات لحم أبدلها قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لها جذعة من المعز خير من مسنة هي أحب إلي من شاتين أفتجزئ عني قال نعم اذبحها واجعلها مكانها ولن تجزئ جذعة عن أحد بعدك قوله في هذا الحديث خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى يوم الأضحى هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة مما يدل على أهمية الاعتناء بالتاريخ القمري الهدري لأنه يذكر بعدد من العبادات التي تفعل في أيام السنة القمارية وفي الحديث أنه تشرع صلاة العيد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها وقد اختلف أهل العلم في حكمها فذهب الحنفية إلى أنها من فروض الأعيان وأن من تركها يأثم والجمهور على أنها من فروض الكفايات إذا قام بها البعض أجزاء عن البقية وذهب طائفه إلى أنها من المستحبات والقول بأنها من فروض الكفايات أظهر لأنه قد أمر بها والأصل في الأوامر أن تكون لي الوجوب ولم يقل بأنها على الأعيان لكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من صلى العيد أن من صلى العيد جاز له ترك الجمعة وفدل هذا على أن بعضهم قد يتركوا صلاة العيد واستدل بعضهم بقوله تعالى فصل لربك وانحر على وجوب صلاة العيد لأن قوله فصل قيل بأن المراد بها صلاة الأضحى والقول بأن هذه الصلاة من فروض الكفايات أولى لما تقدم وفي الحديث أن صلاة العيد الأولى أن تفعل خارج المدينة في البرية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وكانت البقيع هي حدود المدينة في ذلك الزمان وفي الحديث التبكير إلى صلاة عيد الأضحى وأن الأولى فيها أن يبكر من أجله أن يتمكن الناس من فعل الأضاحي وذبحها وفي الحديث أن صلاة العيد تتكون من ركعتين وقد ورد في عدد من الأحاديث أنه يكبر فيها زيادة تكبيرات وقد اختلف أهل العلم في عدد تكبيرات العيد فذهب الحنفية إلى أنه يكبر في الأولى بخمس تكبيرات ويكبر في الثانية بثلاث تكبيرات وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يكبر في الأولى بثماني تكبيرات من ضمنها تكبيرة الإحرام والثانية يكبر فيها خمس من دون تكبيرة الانتقال وذهب الإمامان مالك وأحمد إلى أنه يكبر في الأولى بسبع تكبيرات وفي الثانية بخمس تكبيرات ولعل البحث في ذلك يأتي في عدد من الأحاديث التي معه وفي الحديث أن الإمام إذا انفتل من صلاة العيد فإنه يستقبل بوجهه المصلين وفي الحديث أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة تكون قبل خطبة العيد وقوله فخطبنا قال بعض أهل العلم بأنها خطبة واحدة والمشهور من مذاهب الأئمة الأربعة وقول جماعة كثيرة من الصحابة أنه يخطب للعيد بخطبتين واستدلوا على ذلك بأن لفظة فخطبنا لفظة مطلقة كما تشمل الخطبة تشمل الخطبتين وقالوا بأنه قد ورد في حديث بلال أنه خطب خطبتين وفي الحديث من الفوائد أن الخطيبة في خطبة العيد يستقبل المصليين بوجهه ويجعل القبلة خلفه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أن مما يفعل أولا في يوم عيد الأضحى صلاة العيد فيبتدأ بها ولذا قال إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر وفي هذا دلالة على أن ذبح الأضاحي لا يكون إلا بعد صلاة العيد واختلفوا في من ذبح أضحيته وقت الخطبة هل تجزئه أو لا والجمهور على أنها تجزئه قالوا لأن حضور خطبة العيد ليس من الواجبات المتعينة وبالتالي جازل الإنسان أن ينصرف فمتى إن صرف جاز له أن يذبح أضحيته ويدل عليه ظاهر هذا الحديث في قوله أن نصلي ثم نرجع فننحر وفي الحديث من الفوائد أن خطبة العيد عيد الأضحى يستحب أن يذكر فيها بأحكام الأضاحي من جهة وقتها وأحكامها وسننها وما يفعل بها وفي الحديث من الفوائد أنه ينبغي بالإنسان المؤمن أن يكثر جماعة المؤمنين في أفعالهم الصالحة وفي الحديث أن يوم عيد الأضحى لا يجوز صومه بل يجب فطره وقد قال أبو بردة عرفت أن اليوم يوم أكل والشرب فدل هذا على وجوب الإفطار في هذا اليوم وفي قوله من ذبح بعد الصلاة ثم نسك نسكنا فقد أصاب النسك فيه بيان الطريقة الشرعية في ذبح الأضاحي وهو أنها بعد صلاة العيد وفي الحديث ترغيب المؤمنين في أن يفعلوا ما هو سنة يسير عليها أهل الإسلام ولذا قال وأصاب سنة المسلمين أي الطريقة التي يسيرون عليها وفي الحديث أن من ذبح أضحيته قبل صلاة عيد الأضحى فإنها لا تجزئ عنه كأضحية وبالتالي إن كانت الأضحية واجبة لزمه أن يعيدها وإن كانت مستحبة استحب له العود ومتى تجيب الأضحية تجيب الأضحية في إحدى حالتين الحالة الأولى إذا نذرها فإذا نذر أن يذبح أضحية وجب عليه الالتزام بذلك النذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه والحال الثانية إذا كان عنده وصية وقد جعل عليها وقف لزمه أن يذبح الأضحية فلو قدر أن شخصا عنده وصية فذبح الأضحية قبل الصلاة للزمه ضمانها ويجب عليه أن يذبح ذبيحة أخرى وقد اختلف أهل العلم في حكم الأضحية فقال الحنفية بأن الأضحية واجبة واستدلوا عليه بمثل حديث الباب وبمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يضح فلا يقربن مصلان وذهب لأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أن الأضحية ليست بواجبة واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا قالوا علق الأضحية على الإرادة فدل ذلك على عدم وجوبها إذ لو كانت واجبة لكانت متعينة لا تعلق بالإرادة وقول الجمهوري هنا أرجح من قول الحنفية في هذه المسألة وفي الحديث من الفوائد أنه ينبغي بالإنسان أن يتحر الأوقات التي تفعل فيها الطاعات وعليه أن يتأكد من الوقت وقد جعل الشرع للطاعات أوقاتها فللصلوات أوقاتها وللزكاة وقتها وللصيام وقته وللحج وقته وللنسك والأضاحي وقتها مما يدلك على وجوب احترام الوقت ولزوم تنظيمه بما يؤدي الإنسان به الواجب وأنه يستحب له أن ينظمه بما يجعله يستعمله في الطاعات المستحبات وفي الحديث مخاطبة بعض الحاضرين للخطيب في أثناء الخطبة فإن أبا برده قام فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء خطبته للعيد وبشرط أن لا يكون هناك تشويش على الإمام أو تغيير للطريقة والهيئة العامة في هذا الباب وفي الحديث من الفوائد تقديم أو زبح زبيحة للضيف كما فعل أبو برده رضي الله عنه وفي الحديث أنه يستحب في الأضاحي أن يأكل الإنسان من أضحيته وأن يهدي منها وأن يتصدق ولذا قال أبو برده فأكلت وأطعمت جيراني وأهلي وفي الحديث من الفوائد أن العناق لا تجزئ وأنه لا بد فيما يذبح أن يكون على السن المعتبر وسن الإبل هو خمس سنوات وسن البقر سنتان وسن الماعز سنة وسن الضأن ستة أشهر فلا يجزئ ما كان أصغر من هذا السن لذا لما ذبح أبو برده أو لما عرض أبو برده أن يذبح الجذعة والجذعة ما له ستة أشهر ولم يبلغ السنة وكان ما يريد أن يضحي به من الماعز قال أو أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأصل ألا تجزئ الجذعة من الماعز ولكنه استثنى أبو برده لشيء يخصه ولذا قال نعم إذبحها واجعلها مكانها ولن تجزئ جذعة عن أحد بعدك واستدل بالحديث على أحكام الجهال وأنه قد يعفى عن الجاهل ما لا يعفى عن غيره وفي الحديث إشارة إلى أن الأوامر إذا تركها الإنسان نسيانا أو جهلا لم تبرأ ذمته بذلك بخلاف النواهي فإن من فعلها جاهلا أو ناسيا فإنه يعفى عنه في ذلك ولذا لما ذبح أضحيته قبل الصلاة ناسي أو جاهلا أمر بإعادتها لأنه جهل في الأوامر وفي الحديث فضيلة أبي برده وهو خال البراء ابن عازب رضي الله عنهما حسن الله إليكم قال عن أنسي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات في الحديث مشروعية الاجتماع لصلاة عيد الفطر وفيه استحباب أن تكون الصلاة خارج المدينة كما كان صلى الله عليه وسلم يغدو ويخرج لصلاة الفطر وفي الحديث استحباب أن يأكل الإنسان تمرات قبل صلاة عيد الفطر ليفرق بين يوم صيامه ويوم فطره وفي الحديث دلالة على أن يوم الفطر لا يصام وإنما يجب فطره وفي الحديث أنه يأكل تمرات وقد ورد أنه يأكلهن ويترا ورد أنه يأكلهن ويترا حسن الله إليكم وعنه رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلىه من نحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد فقال من كان ذبح قبل الصلاة فليعد فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعض الصلاة فقد تم نسكه وآصاب سنة المسلمين فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم ولي جيران بهم خصاصة وذكر من جيرانه وإني ذبحت قبل الصلاة فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره وصدقه فقال عندي عنق لي جذعه خير وأحب إلي من شاتي لحم فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا ثم انكفى النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها فذبحوها في الحديث من الفوائد مشروعية صلاة العيد يوم النحر وفي الحديث أن خطبة العيد تكون بعد الصلاة وفي الحديث أن ذبح الأضاحي يكون بعد صلاة العيد وفي الحديث أن الذبح قبل صلاة العيد لا يجزئ وأنه يكون شات لحم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر الحديث يدل على أنه لم يطعم حتى صلى وأكل من أضحيته بعد ذلك وفي الحديث مخاطبة الإمام والخطيب في أثناء الخطبة لما يحتاجون إليه من الأحكام وفي الحديث أيضا جواز أن يشتهي الإنسان اللحم وأن شهوة اللحم لا تؤثر على قيمة الإنسان ولا تنزل من منزلته ولذا لما قام هذا الرجل فقال إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مما يدلك على بطلان طريقة أولئك الذين يتركون أكل اللحم بظن أن هذا من القربات التي يتقرب بها لله جل وعلا وفي الحديث مشروعية تفقد الإنسان لجيرانه خصوصا إذا كان بهم خصاصة أي حاجة وفقر وفي الحديث من الفوائد أن الأصل فيما يخبر به الإنسان عن نفسه أو عن غيره أن يكون صادقا فيه ولذا عذره النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وفي الحديث أن هذا الرجل الأنصاري وهو أبو بردة كما ورد في حديث البراء قد رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ذبح الجذعة من المعزي وقد ورد في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بذلك وقال لن تجزئ جذعة عن أحد بعدك وعند العلماء يذكرون قاعدة وهي المخصوص من القياس المخصوص من القياس هل يقاس عليه أو لا فهنا أبو بردة قد خص من القياس فالقياس أنه لا تجزئ أضحيه إلا إذا بلغت سنة وكانت من المعزي فخص أبو بردة بحكم فحينئذ هل يقاس عليه غيره ممن يماثله أو لا لكن هذا الحديث فيه تصريح بأنه لا يشمل الحكم غير أبي بردة ولكن في مواطن أخرى مثلاً في باب المزابنة وهو باب بيع التمر بالرطب منع الشارع من بيع الرطب الذي جني حديثاً من النخل بالتمر الذي تم كنزه ورصه ولكنه استثني من ذلك بيع العراية وهي بيع تمر برطب لكن الرطب لم ينظج بعده وهو لا زال على رؤوس النخل وهو في مقدار خمسة أوسق فما دون وكان ذلك بخرصها تمراً فحينئذ هل يقاس غير التمر على التمر في ذلك فالمزابنة تكون في العناب تكون في المشمش تكون في جميع ما يجري فيها الربا من المطعومات والثمار فحينئذ هل نقول بأن فيها عرايا كما في التمر أو أن ذلك يختص بالتمر فمن قال بأن المخصوص من القياس يقاس عليه متى عرفت علته قاس بقية السلع على التمر في ذلك ومن قال بأن المخصوص على القياس لا يصح أن يقاس عليه قال بأن الحكم مختص بالتمر ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين فحينئذ هل يلحق بخزيمة من كان يماثله أو هو حكم خاص بخزيمة رضي الله عنه وفي الحديث من الفوائد أن بعض الصحابة قد تخفى عليه السنة في بعض الأحكام ولذا قال أنس هنا فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا بينما صرح البراء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تجزئ جذعة عن أحد بعدك وفي الحديث جواز الأضحية بأكثر من شات فقد ضح النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين وفي الحديث استحباب أن يتولى لإنسان بنفسه ذبح أضحيته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته بنفسه وفي الحديث من فوائد اقتداء الناس بمن يكون له فضل وسابق في فعل الخير ولذا اقتدى الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذبح أضاحيهم بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير جعلني الله وإياكم من الهداءة المهتدين نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة كما نسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من رفقاء محمد صلى الله عليه وسلم في جنان الخلد ونسأله جل وعلا أن يسر للحجيج حجهم وأن يتقبل منهم كما نسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن تتيسر أمورهم وأن تأمن بلدانهم وأن تتوفر لهم أرزاقهم كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولا تأمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأن يمكن أن تذهب على محمد صلى الله عليه وسلم